موسيقى مشاهدين أهلا بكم عقدتها بالرباط أشغال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد نسادس بمشاركة العديد من وزراء المالية والاقتصاد بالدول العربية ومحافظي البنوك المركزية العربية وممثل منظمات إقليمية ودولية وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات بالرسالة المالكية التي وجهها جلالة الملك محمد نسادس إلى المشاركين والتي تلاها رئيس الحكومة عزيز أغنوش للحديث عن هذا الموضوع يحضر معنا في الصباح المحلل الاقتصادية لأستاذ محمد جدري أستاذ صباح الخير أهلا بك أهلا وسهلا إذن بداية ما السياق الذي يطبع إنعقاد هذه الاجتماعات هنا بالرباط؟ أعتقد بأن هذه الاجتماعات للوزراء المالية العربة بصفة عامة ما مشي أول مرة كيدل في المنوك المغربية بحيث أن هذه سلس مرة أن هذه الاجتماعات يكون في المنوك المغربية وكيجيب واحد الصياق وهو محلي ودولي وهو نوع علماء مضطرب هذا الصياق ما زال يعني متسيم بحالة لا يقين على المستوى العالمي بحيث أن اليوم ما ما زال مع الدنيا يعني واحدة رؤية واضحة لكيفية تكون عن قصة خير السنوات القليلة المقبلة كذلك اليوم ما هذه الاجتماعات تجيب بعد يعني الخروج من جائحة كورونا هذا أمر ضروري خصوة نوقف عليه وكذلك كل ما يتعلق بهذه الأمور متعلقة بالتدخم العالمي اللي يعرفه يعني العالم بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة بحيث أن اليوم ما هذه الموجة الدخمية وصلت لمستويات قياسية وأتات بشكل كبير على القدرات الشرائية للمواطنات والمواطنين العرب بصفة عامة وبالتالي اليوم ما هذه الاجتماعات فيه وزراء المالية وكذلك يعني المحافظين دي البنوك المركزية من شأنه أنه يكون واحد تناسق وواحد العمل ما بين الخطوط الحكومية وخطوط البنوك المركزية في كل ما يتعلق بالسياسة النقدية وبالتالي فإن أعتقد بأن هذا الاجتماع هو مهم جدا لماذا؟ لأن اليوم هو زمن دي التكتولات بصفة عامة كيفما كانت تكتولات تحاد أفريقيا تحاد أوروبي الكريبي واحد مجموعة من الدول لماذا لا أن ذلك العرب يفكروا واحد فكر لهو مشترك بشأننا نحاوله نخرج من هذه الأزمة هذه بأقل أدراح طيب في نظركم أستاذ كيف المنطقة العربية وهل استطاعت أن تتجاوز الصعوبات المرتبطة بهذه الأزمة الاقتصادية العالمية؟ لا هو اللي خصنا نكده عليه هو أن الدول العربية هي واحد الخريط اللي هو غير متجانس لأنه كان مجموعة من الدول هناك دول التي استبدأت من الأزمة ونتكلم أساسا عن دول البترولية النفطية لأنها أسعار البترول وصلت لمستويات قياسية خلال السنة الماضية ومع نهاية سنة 2022 وبالتالي فإن هذه الأزمة كانت إيجابية خصوصا بالنسبة صادق السيادي لهذه الدول تكلم أساسا عن الإمارات، عن السعودية، عن الكويت هذه الدول استفادت من هذه القطرة كذلك من هذه الأزمة هناك دول التي ممكن أن أقول أنها متوسطة ما بين هذه الدول والمملكة المغربية بحيث أنها دول غير نفطية ولكن الاقتصاد دي له وقتصاده هو متنوع وفيه مجموعة من الأمور وبالتالي هذه الاقتصادات قلت أنها تبين على واحد الصلابة واحد الصمود خلال هذه ثلاث سنوات الماضية وكذلك دول عربية أخرى التي تتأثرت بشكل كبير من هذه الأزمة لأنها عندها واحد قلقة سياسية عندها اضطرابات سياسية على المستوى المحلي وكذلك التدخل موصلة لمستويات قياسية مثلا كنت ندعي على دول التي وصلت فيها 20% 22% وبالتالي هذه الأمور معدلات غير مسبوقة تماما معدلات التي هي غير مسبوقة وبالتالي فإن هذه الخارجة هي غير متجانس من شأنه أنه يخلي واحد تكامل القصة ديما بين هذه الدول لأن كانت دول التي تحتاج لرأس مال البشري وهذه الدول هذه كانت دول أخرى التي عندها رأس مال البشري كما عندهاش الموارد المالية كانت دول أخرى التي عندها صاندق سيادية وفيها موارد مهمة كانت تبحث عن المرضودية لها في مشاريع التي هي كبرى وبالتالي هذا التكامل بين دول تبحث عن استثمار أموالها ودول تبحث عن هذه الأموال ممكن أن يشكر واحد نقطة للالتقاء بالمجموعة من الدول العربية خلال السنوات القليلة المقبلة في هذا السياق أستاذ هل لازالت الفوارق المجالية يعني محددا في التعامل المالي في المنطقة العربية؟ طبيعا تلحى اليوم ما يريد أن نعرفه بأن من خلال هذه الأطاة الجائحة وأطاة تدخم العالمي اليوم الدول أصبحت الميزان ديالها بماذا قدرتها المالية لأن اليوم باش تنزل واحد من مجموعة من الأوراج اللي هي موهيكي لا باش تنزل أواجر الحيمية الاجتماعية باش تنزل أواجر الأمن الغدائي ديالسيارة الطاقية ديالأمن الدوائي هذه كلها أمور تحتاج للمزيد من الموارد ولكن اللي هو ممكن أكدوا عليه في المنطقة العربية هو أن اليوم حان الوقت بشأنها منطقة عربية تكون واحد السوق اللي هي مشتركة وتكون فيها واحد تكامل مبينة مجموعة من الدول لأن اليوم مثلا كان ديالأمن الملكة المغربية هي جدابة للاستثمارات جدابة للسياحة عنده واحد رأس مباشر اللي هو مؤهل عنده بنيات تحتية اللي هي مزيانة منطقة استراتيجية منطقة متواجدة منطقة واحد ما بين أوروبا ما بين أوروبا وإفريقيا هذه كلها أمور مهمة ودول أخرى عنده واحد صانيق سيادية وعنده واحد مجموعة من الموارد تبحثوا عن مردودية اليوم مثلا كان ديالأمن المغرب على التونس على مصر ممكن أنها تجيب واحد مجموعة من استثمارات الأعربية وتستثمارها في البلاد وكذلك كدول أخرى كان ديالأمن الكويت على الإمارات السعودية قطر هذي يمكن أنها تستثمارت الأموال لها في الأموال بإضافة أن اليوم يعني إذا قدرنا أن نطور البحث العلمي ديالنا من خلال هذه الدولة العربية مجتمعة سيكونوا أفضل بكثير من أن كل دولة تكون على الحيدة لأن هذه الدول لا تتتوفر على الموارد البحثية بشأنها تمشي يعني في واحد بحث العلمي اللي هو على مستوى عالي ولكن لكان واحد صندوق اللي هو مشترك من بيان الدولة وممكن أن نغدا نطور الفلاحات ديالنا بشكل عدن أمن غدائي نطوره البحث العلمي في كل ما يتعلقه بالصناعة الدوائية والصناعة يعني الصحية بشكل عدن أم صحي ولي هو أمدوائي وكذلك كل ما يتعلقه بتحليقات ميان الباحث طاقة متجددة لأنها أمم شأنها تتوفر هذه الدول العربية سيئة تقيوات أمم شأنها كنتشوفها على المستوى الأوروبي كنتشوفها على المستوى أمريكا اللاتينية وإما لا تكون على المستوى العربية كذلك لأنها تشكلوا واحد المثال بسبب هذه الدول العربية طيب أستاذ إلي حد الهيئات المالية العربية والهيئات الاقتصادية نتكلم عن الحكومات وأيضا عن البنوك المركزية وغيرها مدعوة لإعداد تصور خاص خصوصا في هذه المرحلة المهمة التي تجازها هذه المنطقة طبيعة الحال صحيح صحيح سؤال مهم جدا لماذا؟ لأن اليوم كل دولة يتحاول أن تقوم بواحد سياسات نقلية يعني خاصة بالبلد هذا وكذلك تقوم بواحد سياسات مالية على حساب البلد وابتاليوم هذا الاجتماع ممكن من خلالي أن يكون واحد تبدو للأراء تبدو للخبرات وكذلك مجموعة من الدول تعرف في هذه الدول الأخرى فين غدا في مستويات مثلا يكن دوليوم على سياسة تشددية في سياسة نقلية إذا كانت على المستوى لجميع الدول ممكن يكون عنده واحد الأثر وكذلك لا يشكيش واحد الخطر على استثمارات أجنبية ولكن في حين إذا واحد البلد على سبيل المغرب قوة من سياسة تشددية للعلم على استثمارات ودول أخرى يعني لخفات ممكن تشكل عائق وبالتالي هذه الاجتماعات من شأن تجعل تبادل في الآراء تبادل في الخبرات ولما لا غدا تكون واحد السياسة النقلية التي تكون مجموعة مئة في المئة ولكن نفس الخطاء تتعاني من نفس المشاكل وكذلك بالنسبة للدول الأخرى التي تتوفر على صناديق استثماري وصناديق سيادية التي هي مهمة تهي تكون عندها واحد المرضى تكون موزعة على مجموعة ميناء من الدول وبالتالي هذا الاجتماع ليه وفئاني في وزراء المالية وفيه محافظة المقالية هو أمر مهم لماذا لأن التوازن ما بين السياسة المالية وسياسة النقلية وهذا مهم هذا أمر أول والأمر الثاني هو أن هذا الاجتماع هذا من شأن أنه يرطي واحد الصورة خاصة أن يمكن تكلم على حالة اللايقين على الأقل على الأقل سنة 2023 وممكن نعرفه المنطقة العربية في نغذف الإستماعات وفي نغذف التوجهات الماكو الاقتصادية بالنسبة طيب ما هي طبيعة الرهانات التي تنتظر المنطقة العربية خصوصا من الناحية المالية نعرف أن العديد من الدول توجهت للاقتراض من المؤسسات المالية الكبرى صندوق النقد الدولي وإيضا البنك الدولي قال بأن نسب النمو سوف تتقلص في هذه المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صحيح اليوم كاننا جوجد الرهانات على المستوى القريب وعندنا هذا الرهانات على المستوى 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 البعيد نكن ندوي على مدر قصير اليوم كل رهانات للحكومة بأسره وعلى منطقة عربية بصفة أهم كي نجوج رهانات الأساسية الرهان الأول هو كيف ننكبح جماح تضخم مستوى قياسية لا يمكن نقبولها اليوم مثلا نحن كنت نعلم المغريب في 6-7% أو مقبل نهاش فما بلوك بدول أخرى في 20-30% وبالتالي اليوم ضروري نجعل واحد مستوى المقبولة مستوى المقبولة هي 3-4-5% على أبعد تقديل هذا الرهان الأول لعند مجموعة من الدول العربية والرهان الثاني هو النسب النمو لماذا؟ لأن اليوم ضررنا في سنة 2020 وسنة 2022 وبتالي نخرجه من هذا الركود الإقسادي إلى نمو 4-5% استفرمي لأن هذا النمو هو الممكن يشكلنا يخلقنا التروى وممكن يخلقنا فواز الشغل وممكن يحافظنا على استيلاك المحلي لأنه يخلي العجلة يخلي مجموعة من الدول العربية هذا على المدى القصير ولكن على المدى البعيد اليوم أعتقد بأن دول العربية استخلص مجموعة من الدروس من الجائحة ومن الحرب الروسية الأوكرانية ومن تدخم العالمي اليوم أصبح من غير المقبول أن الأمن الغدائي للدول العربية يبقى راهين للدول الغربية والدول يعني للعالم سوات عامة اليوم كل ما يتعلق بالقامح الشعير الخضار الفواكيه اللحم الحمراء اللحم بيضاء البيض خاصة الدول العربية كل مجتمع تحقق واحد اكتفاء ذاتي على المستوى العربي أمر ثاني هو كل ما يتعلق بالأمن الدوائي والأمن الصحي المشكلة في الكمامات هي من أخر الدول اللي عندها دائما عندها واحد راهين واحد تبعية كل ما يتعلق بالدواء وبالأمر متعلقة بالصحة المستوى العالمي اليوم اللي كان واحد للباحét العلمي اللي كان واحد التكامل بين الدول العربية يممكن أن يحق واحد الامن الهدائي وواحد الامن صحي والأمر الثالث والوريه غير الذي مهم جدا هو كل ما يتعلقه بالسيادة الطاقية دينا. على سبيل المثال باسم المغرب السنة الماضية. الفتوات الطاقية دينا تجاوزت 154 مليار الدرم. هذا مبلغ لا يمكن قبوله بالنسبة لإقتصاد كإقتصاد الوطني المغربي. شأنه شأن إقتصاد تونسي. اقتصاد يعني دي الأردن. دي دي الماصر. دي اللبنان. دي السورية. دي واحد مجموعة من الدول العربية. بالإضافة أن كذلك الدول النفطية يعرف بأن هذا النفط سوف ينتهي من 21 سنة أو 30 سنة على أبعد تقدير. وبتالي خاصة تمشي في يعني سرأسي يعني موارد اللي هي بديلة. كل ما يتعلقه بالطاقات متجديدة. خاصة أن منطقة عربية أي منطقة غنية بالشمس وغنية بالرياح. والأمر الأخير واللي خاصة نمشي فيه هو أن منطقة عربية للأسف يتحو المحور اللي هو فيه. الجفاف ده جدا أساسية. واليوم كل ما يتعلقه بتحليقات مياه البحر خاصة نمشي فيه. خاصة أن الدول يعني كان دول الخليج هي مراكمة واحدة تجربة لي مهمة في كل ما يتعلقه بتحليقات مياه البحر. وبالتالي هذه التجربة دول الخليج خاصة يعني نحاول نجيبها للدول للشمال الأفريقية. يعني كل ما يتعلقه بمصر بليبيا المغرب تونس والجزائر. خاصة نستودوا مع التجربة ديل تحليقات مياه البحر في الإمانات وكانت في السعودية. بش أنها غداوية غفشها. في شاب الأوسط. أعتقد بأن هذا أمم مجتمعات على مدى القصير وعلى مدى متوسط البعيد. لا أقدر أن نحقها. ممكن نحقه حدث نموه. ليه مهمة خلال السنوات القليلة. بالفعل أستاذ. طيب باختصال لو سمحتم أستاذ. الكل يتحدث عن التكامل الاقتصادي ولكن إلى ماذا تحتاجه المنطقة العربية لتحقيقه هذا التكامل الاقتصادي. هل الأمر يتعلق بالإرادة السياسية فقط؟ تماما تماما. اليوم المشكلة التي عندنا في المنطقة العربية هو واحد نفور سياسي من مجموعة من الدول. اليوم خاصنا تكتل سياسي حقيقي. وخاصنا إرادة سياسية حقيقية. استخدام معي أن اليوم المغرب يفاوض مع الاتحاد الأوروبي. الإمار تفاوض مع الاتحاد الأوروبي. السعود تفاوض مع تحدي الأمريكية. تخلي معي لو كانت الكتلة عربية كلها متجنسة. كيف تكون القوة التفاوضية ديالها مع تعالى التكتلل الكورة. تكلموا عن التحاد الأفريقية. عن الاتحاد العربي. عن اتحاد الأسيوين عن اتحاد أمريكا الشمالية هذه الأمور ممكن تخليها الدول في قوة لأن اليوم سوف ندخل على سوق عربية مشاركة خصوصاً أن هناك إمكانيات كبيرة كما قلت تماماً سوق عربية مشاركة رأس مال بشري شباب بدرجة أساسية موايا الطبيعية في مجموعة من الدول تكامل قصادية في جميع الدول جدابة الاستثمارات جدابة السياحة على مستوى العالمي وبالتالي الأمور يعني اليوم هو وقت تكتلت وليس وقت أن كل دولة تحاول تجر الغطاء نحوها المحلل الاقتصادي الأستاذ محمد جدري نشكركم جزيلا شكراً لحضور معنا في دائرة صباح مرحباً أما أنتم مشاهدين فنشكركم على حسنية المتابعة دمتم في رعاية الله إلى اللقاء مرحباً ترجمة نانسي قسيہ اشتركوا في القناة